السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبنات الأعزاء طلاب وطالبات التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم مع مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي وفرع من فروع المادة وهو فرع البلاغة أبناء الأعزاء البلاغة من الفروع التي كانت جديدة عليك في الصف الأول الثانوي حيث قمنا في الصف الأول الثانوي بدراسة الألوان البيانية من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز مرسم ووضحنا أبناء أن التشبيه له أركان وله أنواع وهذه الأنواع تتوقف على وجود أركانه به بياننا أبناء أن التشبيه منه التشبيه المجمل والتشبيه التفصيلي والتشبيه التمثيلي والتشبيه البليغ وكذلك التشبيه الضمني وكل يتوقف على وجود أركان التشبيه به وأضحنا أبناء أن أركان التشبيه أربع هي المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه كذلك بياننا أبناء الاستعارة وقلنا أن هناك استعارة مكنية والاستعارة تصرهية وقلنا أن الاستعارة هو تشبيه حزف أحد طرفي كذلك بياننا الكناية وأنواع الكناية من كناية عن صفة وكناية عن موصوف وكناية عن نسبة ثم بياننا المجاز المرسل وعلاقاته المتعددة من علاقة كلية وجزئية حالية ومحلية وعلاقة اعتبار ما كان واعتبار ما سيكون وعلاقة سببية وعلاقة مسببية اليوم أبنائي وفي الصف الثاني الثانوي ننتقل إلى بلاغة ولكن المحسنات البدعية فهناك المحسنات البدعية أبنائي والمحسنات البدعية تنقسم إلى نوعي محسنات لفظية ومحسنات معنوية المحسنات اللفظية هي التي تعطي جرسا موسيقيا أما المحسنات المعنوية هي التي تثير الزهر وتدعو إلى التفكير اليوم أبنائي مع لون من ألوان المحسنات البدعية وهو الطباق والمقابلة الطباق والمقابلة أبنائي لون من ألوان المحسنات البدعية المعنوية لماذا؟ لأنه يدعو إلى إثارة الزهن لأنه يدعو إلى تفكر المعرفة الفرق بين الكلمتين هناك أنواع متعددة للمحسنات البدعية سنقوم بدراستها تتابعا اليوم نبدأ بأول لون من ألوان المحسنات البدعية وهو الطباق فالبلاغ أبنائي من ألوان المحسنات البدعية المعنوية التي توجد في الشعر والنسر الطباق والمقابلة ما معنى كلمة الطباق؟ الطباق أبنائي هو الجمع بين الشيء وضده الجمع بين الشيء وضده في كلام واحد فعندما يقول رب العزة في كتابه العزيز الذين ينفقون في السراء والضراء لو نظرنا أبنائي إلى كلمة السراء والضراء لو وجدنا أن الكلمتين متضادتين فالسراء هو وقت اليسر والضراء هو وقت العسر فالكلمتين أبنائي متضادتين فهنا نقول طباق وليس تضاد فالتضاد هو المفرد أو المراد من مفردات اللغة العربية أما الطباق هو اللون الذي يعتبر من الألوان البلاغية وهو المحسنات البداية كذلك قوله تعالى قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون نجد كلمة يعلمون ولا يعلمون بينهم متضادت فلو قلنا أن بين يعلمون ولا يعلمون صورة جمالية أو محسن بديعي وهو طباق لو نظرنا أبنائي إلى الآياتين لو وجدنا السراء والضراء الكلمة ومضادها وبين كلمة يعلمون ولا يعلمون الكلمة ونفيها فمن الآيتين أبنائي ومن الطباق الذي يوجد فيهما نستنبط نوعين من أنواع الطباق وهو طباق بالإيجاب وطباق بالسلب طباق الإيجاب أبنائي في الآية الأولى حيث نجد الكلمة وعكسها والطباق بالسلب في الآية الثانية حيث نجد الكلمة ونفيها فلو أردنا أن نبين أنواع الطباق لقلنا أن الطباق نوعين طباق بالإيجاب وطباق بالسلب تعالوا معنا يا أبنائي لنتعرف على الطباق بالإيجاب الطباق بالإيجاب أبنائه هو التضاد بين الكلمة وعكسها مثال قوله تعالى تحسبهم أيقاظا وهم ركود أيقاظا وركود أبنائي بينهما تضاد نقول فيه بين الكلمتين طباق بالإيجاب كذلك قول الشار نزلت مقدمة المصيف حميدة ويد الشتاء جديدة لا تنكر المصيف والشتاء أبنائي كلمتان متضادتان فنقول بينهما طباق بالإيجاب نعم وقول أمير الشعراء أحمد شوقي اختلاف الليل والنهار ينسي اذكر أليا الصبا وأيام أنسي الليل والنهار أبنائي بينهما تضاد فنقول هنا طباق بالإيجاب أما طباق بالسلب أبنائي فهو كما وضحنا وقلنا هو التضاد الذي يكون بين الكلمة ونفيها أو الكلمة تكون في النهي وأمر هذه الكلمة ققوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله فنجد يستخفون ولا يستخفون بينهما طباق بالسلب لأن الكلمة هنا أبنائي وقمنا بنفيها مستخدمين لا أن نفيها فالطباق هنا أبنائي طباق بالسلب كذلك قوله تعالى فلا تخشون الناس وخشون نجد أن الطباق هنا بالسلب الأولى لا تخشون نهي والثانية وخشون أمر فالنهي والأمر في الكلمتين طباق وهو طباق بالسلب كذلك قول الشار وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقوله ننكر ولا ينكرون طباق بالسلب حيث قمنا بنفي الكلمة ننكر ولا ينكرون هذا هو الطباق أبنائي والطباق له سر جمال يجب علينا أن نحفظه فعندما يطلب منك استخراج طباق وبين سر جماله تقوم باستخراج الطباق أي أن كان طباق إيجابي أو سلبي ثم تقوم ببيان سر جماله وهو تأكيد المعنى وتوضيحه عن طريق ذكر الشيء وضده أكد المعنى ونوضحه من خلال ذكر الشيء والضد لهذا الشيء ننتقل إلى المقابلة والمقابلة أبنائي مثل الطباق ولكن الطباق يكون بين كلمة وكلمة أما المقابلة فيكون بين جملة وجملة فالمقابلة هي أن تأتي بمعنين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب أي تكون الكلمة الأولى في الجملة الأولى عكس الكلمة الأولى في الجملة الثانية والكلمة الثانية في الجملة الأولى عكس الكلمة الثانية في الجملة الثانية ققوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا لو نظرنا إلى الجملتين أبنائي فليضحكوا قليلا والجملة الثانية يبكوا كثيرا الكلمة الأولى في الجملة الأولى يضحك ومضادها في الجملة الثانية يبكو والكلمة الثانية في الجملة الأولى قليلا ومضادها في الثانية كثيرا فنجد أن الجملتين بينهما مقابلة فالمقابلة أبنائي هو تضاد ولكن يكون بين جملتين تضاد في المعنى بين مفردات وكلمات الجملة الأولى وكلمات الجملة الثانية وكذلك قوله تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون وينهون المعروف والمنكر بين الجملتين مقابلة وقوله سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس نجد أبنائي في الجملة الأولى يحل مضادها يحرم لهم عليهم الطيبات الخبائس نجد المقابلة بين الجملتين وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا منفقا ومضادها ممسكا وخلفا مضادها تلفا وقول الشعر فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدى لو نظرنا أبنائي لو وجدنا حياة مضادها ممات تسر مضادها يغيظ الصديق مضادها العدى فبين جملتين مقابلة كذلك قول الشعر من أقعدته نكاية اللئام أقامته إعانة الكرام أقعدت وأقامت النكاية والإعانة اللئام والكرام بين الكلمات في الجملتين تضاد فنقول بين الجملتين مقابلة وكما بينا ووضحنا أن الطباق يكون بسر جمال تأكيد المعنى وتوضيحه عن طريق ذكر الضد فسر جمال المقابلة هو نفس الطباق فسر جمال مقابلة أبنائي تأكيد المعنى وتوضيحه عن طريق ذكر الشيء وضده هذا هو أول درس من دروس البلاغة المقررة عليك هذا العام وهو درس الطباق والمقابلة فالطباق والمقابلة أبنائي من الألوان البديعية المعنوية أو المحسنات البديعية المعنوية الذي يأتي في الشعر وفي النسر ويكون طباقا إذا كان بين الكلمة وعكسها وإما طباق بالإيجاب أو طباق بالسلب ويكون في الجمل بين الجمل بعضها وبعض يسمى مقابلة وسر جمال الطباق والمقابلة هو تأكيد المعنى من خلال ذكر الضد وتوضيح لهذا المعنى ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى أحد دروس النحو المقررة علينا هذا العام وهو درس المفعول المطلق المفعول المطلق أبنائي لعزاء هو أحد الدروس النحوية المقررة علينا هذا العام سنقوم في هذا الدرس بتعريف المفعول المطلق ثم بيان أنواع المفعول المطلق وأعرابه فالمفعول المطلق أبنائي هو من المفعيل ويعتبر من المنصوبات تعالوا لنتعرف على المفعول المطلق ونتعرف على أنواعي وأعرابه المفعول المطلق أبنائي هو اسم منصوب يذكر بعد الفعل ويكون من لفظه ويأتي ليؤكد الفعل أو يبين نوعه أو يبين عدده فهو اسم مشتق من الفعل اسم مشتق من الفعل ليؤكد هذا الفعل أو يبين نوع هذا الفعل أو يبين عدد مرات حدوث هذا الفعل هذا هو تعريف المفعول المطلق لو نظرنا أبنائي إلى هذه الأمثلة قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم لو نظرنا أبنائي إلى سلموا تسليما فكلمة تسليما هنا مفعول مطلق لأنها مشتق من الفعل سلموا فجاءت هنا أبنائي لتأكيد هذا الفعل لأنها لم تبين نوعه أو عدده فكلمة تسليما مفعول مطلق مصدر مشتق أو اسم مشتق من الفعل ويكون منصوبا ليؤكد هذا الفعل لو أردنا أعراب تسليما لقلنا أنها مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة أيضا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما كلم وتكليما فالفعل كلم أبنائي قمنا بصياغة مصدر واشتقاق مصدر منه وهو تكليما لتأكيد هذا الفعل وتكليما أبنائي مفعول مطلق مؤكدا للفعل منصوبا بالفتحة كذلك لو قلنا انطلق الجيش انطلاقا نجد أن انطلاقا مفعول مطلق اشتقت من الفعل انطلق ونجد أن المفعول المطلق أبنائي مؤكد للفعل فانطلاقا مفعول المطلق منصوب بالفتحة وجاء ليؤكد الفعل أنواع المفعول المطلق أبنائي العزاء المفعول المطلق له أنواع ثلاث قمنا بصيراتها من تعريف المفعول المطلق حيث قلنا أن المفعول المطلق لا يأتي ليؤكد الفعل أو ليبين نوع الفعل أو يبين عدد مرات حدوث الفعل وهي الأنواع الثلاثة للمفعول المطلق فنجد للمفعول المطلق أبنائي أول نوع مؤكدا للفعل والنوع الثاني مبينا لنوع الفعل والثالث مبينا لعدد مرات حدوث الفعل أول نوع أبنائي وهو المؤكد للفعل عندما تقول انطلق الصاروخ انطلاقا نجح المجتهد نجاحا نام الطفل نوما نجد انطلاقا مفعول McMطلق جاء ليؤكد الفعل انطلق ونجاحا مفعول المطلق جاء ليؤكد الفعل نجاحا ونوما مفعول المطلق جاء ليؤكد الفعل ناما ونجد المفعول المطلق في هذه الأمثلة منصوبا النوع الثاني مبينا للنوع مبين للنوع ابنائي من خلال انطلق الصاروخ انطلاقا سريعا لو نظرنا ابنائي لو وجدنا هناك كلمة بعد انطلاقا التي جاءت مفعول المطلق تعتبر صفة للانطلاق فهنا بيّنت نوع انطلاق الصاروخ انه انطلاق سريع لذلك نجد ان انطلاقا سريعا مفعول مطلق مبين للنوع نجح المجتاهد نجاحا عظيما نجاحا ونوع النجاح ابنائي كان عظيما فنجد نجاحا عظيما مفعول مطلق مبين للنوع نام الطفل نوم المجهدي نجد ابنائي نوم المجهدي بيّنت نوع النوم الذي نامه الطفل وهو كان نوم المجهد اي المتعب فنجد ابنائي ان المفعول المطلق المبين للنوع يكون اما موصوفا بصفة تأتي بعده او مضافا لان بعده مضاف اليه فنجد ابنائي انطلاقا سريعا سريعا نعت منصوب بالفتحة لانه اخذ اعراب انطلاق المنصوب وكذلك كلمة عظيما نعت منصوب بالفتحة وكلمة نوم المجهدي المجهد مضاف اليه مجرور وعلامة جريه الكسر النوع الثالث ابنائي وهو الذي يبين عدد مرات حدوث الفعل فعندما تقول سجد الرجل سجدة كلمة سجدة بيّنت مرات حدوث سجود الرجل وهو سجدة فكلمة سجدة مفعول مطلق مبين للعدد وهو منصوب بالفتحة ايضا عندما تقول سجد الرجل سجدتين فكلمة سجدتين بيّنت عدد مرات سجود الرجل فهنا مفعول مطلق مبين للعدد كذلك كلمة سجد المؤمن سجدات سجدات ابنائي مفعول مطلق لأنها بيّنت عدد مرات سجدات وسجدات مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنس سالم أما سجدتين فمفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وسجدة مفعول مطلق منصوب بالفتحة فيأتي المفعول المطلق المبين للعدد مختوما ومنتهيا بتاء الوحدة وعلامة التثنية وعلامة جمع إعراب المفعول المطلق ابنائي العزاء موضح في انتصر الحق انتصارا قبل أن نعرب المفعول المطلق ابنائي تعالي لنتعرف على أي أنواع المفعول المطلق هذا؟ نعم هو مفعول المطلق مؤكد للفعل لأنه لم يأتي بعده صفة ولم يأتي بعده مؤضاف إليه وكذلك لم يبين عدد مرات حدوث الفعل فكلمت انتصارا مفعول المطلق منصوب بالفتحة وهو مؤكد للفعل كذلك عندما تقول دافع الجندي عن الوطن دفاع الأبطالي نوع المفعول المطلق ابنائي هو مبين للنوع وسبب ذلك ابنائي أن كلمة الأبطال مضاف إليه فجاء المفعول المطلق مضافا فهو بيّن نوع الفعل لو أردنا إعراب دفاع لقلنا مفعول المطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة أيضا وسبى اللاعب وسبتين نوع المفعول المطلق هنا ابنائي هو مفعول المطلق مبين للعدد حيث بيّن عدد وسب اللاعب أنه وسبتين فإعرابه هنا ابنائي مفعول المطلق منصوب بالياء لأنه مسنى كذلك ابنائي ركع المسلم ركعات ركعات مفعول المطلق مبين للعدد وهنا مفعول إعرابه مفعول مطلق منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنس سالم هناك كلمات ابنائي تعرب مفعول مطلق لفعل محزوف أي عندما ترى هذه الكلمات تقول أنها مفعول مطلق لأنها جاءت لفعل محزوف فكلمة حقا وكلمة أيضا وكلمة خصوصا وكلمة فضلا وكلمة عموما صبرا على المكاره شكرا لله وحمدا سمعا وطاعة عفوا هذه الكلمات عندما ترى وتريد أعرابها تقول أنها مفعول مطلق منصوب لفعل محزوف لو أردنا تطبيق أبنائي ما قلناه على بعض من الأمثلة كتدريب فعندما يطلب منك استخراج المفعول المطلق وبيان نوعه وعلامة عرابه نقول اهتمت مصر بالزراعة اهتماما اهتماما أبنائي المفعول المطلق ونوعه مفعول المطلق مؤكد للفعل ولو أردنا يعرابه فهو مفعول المطلق منصوب بالفتحة احترم المجاهد المجتهد احتراما احترم المجتهد احتراما احتراما نعم مفعول المطلق ونوعه مؤكد للفعل ويعرابه مفعول المطلق منصوب بالفتحة يحرس المعلم على التدريس حرصا واضحا كلمة حرصا أبنائي هي المفعول المطلق نعم وهي بيانت النوع لأن جاء بعدها واضحا نعت لهذا الحرص يحفظ الطالب الدرس حفظا جيدا نعم أبنائي كلمة حفظا هي المفعول المطلق وجاءت بكلمة جيدا وصفا لهذا ونعتا لهذا الحفظ فهي مفعول المطلق مبين للنوع منصوب بالفتحة أصاب اللاعب الهدف إصابتين نعم أبنائي أصاب اللاعب الهدف إصابتين إصابتين مفعول المطلق بيانت عدد إصابة اللاعب للهدف فهي مفعول المطلق مبين للعدد إعرابها مفعول المطلق منصوب بالياء لأنه مسنى صرخ الطفل صرختين صرختين أبنائي أيضا مفعول المطلق مبين للعدد وهو منصوب بالياء لأنه مسنى بكده أبنائي نكون قد وضحنا المفعول المطلق وبينا ما هو المفعول المطلق ثم بينا أنواع المفعول المطلق من حيث أنه يأتي لتأكيد الفعل أو يأتي لبيان نوع الفعل أو يأتي لبيان عدد مرات حدوث الفعل والمفعول المطلق أبنائي يكون منصوب دائما ننتقل أبنائي بعد ذلك إلى درس من دروس القراءة وهذا الدرس بعنوان هل لديك هدف في الحياة عنوان الدرس أبنائي سؤال وهذا الدرس درس عظيم يوضح لنا أن الإنسان الذي يضع لنفسه هدف في حياته ويسعى لتحقيق هذا الهدف هذا الإنسان يحقق نجاح والتفوق والتقدم أما الذين يعيشون حياتهم دون أهداف فهم أناس يعيشون في الحياة ضائعين لا يستطيعون أن يحققوا ماذا يريدون أو لا يعرفون لماذا يعيشون فهم يعيشون كما تعيش أعزكم الله البهايم يأكلون ويشربون دون أن يفعلوا شيء في حياتهم أو لمستقبلهم هذا الدرس أبنائي هو للدكتور إبراهيم محمد سيد الفقي إبراهيم الفقي أبنائي هو كاتب وخبير بالتنمية البشرية وخبير ببرمجة العصبية ولد عام 1950 بالإسكندرية وتوفي عام 2012 هذا الكاتب العظيم يناقش الهدف ويوضح أن الأهداف التي يضع الناس في حياتهم ويبين أن الخطط التي توضع لتحقيق هذه الأهداف لها عامل أساسي لكي ينجح الإنسان في حياته فهو يبين لنا أبنائي أبنائي أنا العزال لنتعرف على درسنا اليوم وهو درس القراءة بعنوان هل لديك هدف في الحياة بقلم الدكتور إبراهيم الفقي الفقر الأولى لتحقيق هذا الحلم وبالنظر حولنا سنجد أن الأجسال التي تسير في دنيا الناس معظمها يسير ويمضي بلا هدى وبدون وجهة محددة ومرسومة بدقة هذه الفقرة أبنائي تتناول حياة الضائعين فلو طلب منك أن تضع عنوانا لهذه الفقرة عنوانها المناسب هو حياة الضائعين الذين ليس لديهم هدف في الحياة والذين يعيشون في حياتهم ضائعين لا يريدون أن يحققوا أو يسعوا إلى تحقيق هدف يضعون لهم في الحياة لو أردنا أبنائي أن نناقش هذه الفقرة من خلال بعض من الأسئلة كيف يعيش الكثير من الناس ولماذا وما النتيجة المترتبة على ذلك الكثير من الناس أبنائي يعيشون في الحياة ضائعين لأنهم ليس لهم هدف أو هوية لذلك تضيع حياتهم في عالم التمني هذه هي حياة الضائعين حياة تمني وأحلام أين الهدف لتحقيق هذا الحلم؟ أين الخطط لتحقيق ما يتمنون؟ ليس هناك خطط ولا أهداف لتحقيق ما يتمنون أو ما يحلمون به السؤال الآخر أبنائي لماذا يعيش الكثير من الناس في عالم التمني؟ يعيش كثير من الناس في عالم التمني لأنهم يحلمون ولا يملكون الدافع أو رؤية أو الخطة المدروسة لتحقيق هذا الحلم سؤال آخر أبنائي يلخص لنا الفقرة ما المقصود بحياة الضائعين؟ حياة الضائعين أبنائه حياة ليس فيها هدف أو هوية أو مهام يسعى الناس للقيام بها فتضيع حياتها أولئي الناس في عالم التمني والأحلام لأنهم لا يملكون الدافع أو رؤية أو الخطة المدروسة لتحقيق هذا الحلم فحياتهم تسير وتمضي بلا هدى وبدون وجهة محددة أو مرسومة بدقة تعالوا أبنائنا الأعزاء نتناول القصة التي أراد دكتور إبراهيم الفي أن يوضحها لنا في هذا الدرس ليبين أن الذين يضعون أهداف لهم في الحياة هم الذين ينجحون ويحققون ماذا يريدون لو نظرنا أبنائي إلى قصتنا اليوم تتناول قصة عاملين طلبت منهما إحدى شركات البناء إصلاح سطح إحدى البنايات فذهب العاملين بمعداتهما إلى العمارة والبناية ودخل وقرأ على المصعد لافتة تخبر أن المصعد معطط فقام العاملين بحمل المعدات وعزمها على الصعود على أقدامهما ارتفاع البناية أبنائي أربعين درورة قام العاملين بأخذ المعدات وأخذ الأجهزة وعزمها على الصعود لأعلى وبالفعل وصلوا إلى سطح هذه البناية بعد جهد مغير وعرق ومعاناة وعندما وصلوا إلى سطح هذه البناية فوجئوا بأن هذه البناية ليست هي البناية المقصودة فكان الخطأ الشديد أبنائي الذي وقع فيه العاملين هو عدم تحديد الهدف بدقة ربع أنهم عزموا وأرادوا بجهد وإصرار أن يحققوا ما عزموا عليه وبالفعل بذلوا الجهد الشديد والعرق والمعاناة في الوصول إلى سطح البناية ولكنهم بعد أن وصلوا إلى سطح هذه البناية لم تكن البناية المقصودة أراد دكتور إبراهيم الفقه أبنائي العزاء أن يوضح لنا أمر هام وهو أن الإنسان يجب عليه أن يكون محددا لهدفه بدقة ثم يضع الخطط لتحقيق هذا الهدف ويسعى لتحقيق هذا الهدف بكل ما أوتي من عز وجهد فتعالوا أبنائي لنتناول هذه القصة قصة العاملين في مجموعة من الأسئلة كان هناك عاملان في إحدى شركات البناء ما الغرض الذي أرسلتهما الشركة من أجله؟ نقول أبنائي أن الشركة أرسلت العاملين إلى هذه البناية لإصلاح سطح هذه البناية ماذا وجد العاملان عندما وصل إلى المصعد؟ عندما وصل العاملان إلى المصعد وجد لافتة مكتوب عليها المصعد معطن ماذا فعل العاملان عندما وجدوا هذه ألافتة؟ توقف العاملان هنا هنا أي لحظة وبعض من الوقت يفكرون لكنهما حسم أمرهما سريعا وقرر صعود على السلم بما يحملان من معدات علل توقف العاملان هنا للتفكير فيما يفعلون في أمرهما سبب توقف العاملان هو تعطل المصعد والبديل للصعود إلى السطح أو سطح البناية هو الصعود على السلم بالرغم من أن العمارة أربعين درغا وهم يحملون المعدات على أكتافهم لهذا الارتفاع الشهق هذه القصة أبنائي قصة رمزية والقصة رمزية لها مغزى وهدف فلو أردنا أن نضع سؤال أبنائي ما المقصود بالقصة رمزية؟ المقصود بالقصة رمزية هي التي لها أكثر من مغزى وهدف وهي الإحاء بالحالة للتصريح بها فهنا أراد دكتور إبراهيم الفئي أن يوضح لنا إحاء بأن أهمية وضع الهدف بدقة هام جدا لتحقيق النجاح من خلال هذه القصة الرمزية التي وضح بها فشل العاملين فيما يريدان بسبب عدم تحديد هدفهم بدقة سؤال آخر أبنائي اذكر سمات العاملين الواردة في الفقرة اذكر سمات العاملين الواردة في الفقرة أبنائي السمات هي الحماسة الشديدة والعزم والإسرار صفات قيمة عظمة ولكنها لا تؤدي لتحقيق الهدف ما لم يكن الهدف محددا بدقة متى وصل العاملين إلى هدفهم وصل العاملين إلى هدفهم أو ما يتصوران أنه هدفهم بعد جهد مضنئ وعرق غزير وجلسات استراحة كبيرة طوال الارتفاع الذي صادوه والمعدات على أكتافهم 40 دورا سؤال آخر أبنائي أحد العاملين أخبر زميله بخبرين أحدهما سار والآخر غير سار وضح ذلك عندما صعد كما وضحنا وبينا إلى سطح البناية تفاجأ العاملين بأن البناية ليست البناية المقصودة فالخبر السارة أبنائي هو أنهما وصل إلى سطح البناية بعد معاناة وجهد مضنئ والخبر السيء أن هذه البناية ليست هي البناية المقصودة سؤال آخر أبنائي ما الخطأ الذي وقع فيه العاملين الخطأ أنهما بازل جودا كبيرا دون التفكير أو التخطيط أو تحديد الهدف بدقة فأدى هذا الأمر إلى الوقوع في الخطأ وصعود إلى سطح بناية الغير مقصودة سؤال آخر لماذا يقع كثير من الناس فيما وقع فيه العاملين يقع كثير من الناس فيما وقع فيه العاملان لأنهم يتعبون ويجتهدون دون أن يكون لهم أهداف وضحة موضوعة بدقة فيسعوا إلى تحقيقها فجودهم وتعبهم يذهب هباء ليست له فائدة سؤال آخر ابناء لو كنت مكان أحد العاملين كيف كنت ستتصرف طبعا سوف تجيب إجابة صحيحة لأنك عرفت الخطأ الذي وقع فيه فتقول كنت أتأكد أولا أن البناية هي البناية المقصودة ثم أقوم بالصعود لهذه البناية هذا هو الصواب لفعل أو للفعل الذي كان يجب على العاملان أن يقوم به ما المغزى والهدف من هذه القصة الهدف أبنائي أن هناك في الحياة من يجد ويتعب ويعرق ولا يصل إلى ما خطط إليه لماذا؟ لأنه لم يخطط جيدا قبل أن يخطو ولم يضع لنفسه برنامجا دقيقا لتحقيق الهدف فهم يعيشون حياة الضائعين ليس لهم هدف أو هوية كذلك أبنائي هؤلاء الأبناء لا بد أن يتصدون للقيام بهذه المهام فإن لم يتصدوا للقيام بهذه المهام تضيع حياتهم في عالم التمني وهم يحلمون ولا يملكون الدافع أو روية لتحقيق الخطة أو تحقيق الهدف أو تحقيق الحلم الذي يسعى إلى تحقيقه فتنضي به من حياة بلا هدى وبلا وجهة محددة مرسومة بدقة كذلك لو أردنا يا أبنائي نقول ما الدروس المستفادة من القصة السابقة نخرج من هذه القصة يا أبنائي بعدة دروس مستفادة قيمة وهي لا بد من وجود هدف لحياتنا لا بد من التخطيط الجيد لهدفهما وكذلك لا بد من العمل الجاد لكي نصل للهدف ونسعى لتحقيقه لأن هناك من يجد ويعرق ويتعف في الحياة ولا يصل إلى هدفه لأنه لم يقطط جيدا إليه الفقرة الثالثة أبنائي التي أراد بها دكتور إبراهيم أن يوضح لنا أهداف ومنهجية النجاح في الحياة قامت بها جامعة بل هذه الجامعة أبنائي قامت بعمل بحث على خريجي قسم إدارة الأعمال منذ عشر سنوات أي الذين تخرجوا من هذه الجامعة من عشر سنوات يريدون أن يعرفوا كيف عاشوا حياتهم بعد تخرجهم من الجامعة هذا البحث أبنائي خرج لنا بسلاس نتائج وجدوا أن الذين تخرجوا من الجامعة على مدار عشر سنوات أو من عشر سنوات منهم من عاش حياته ليوفر احتياجاته اليومية ومنهم من وضع لنفسه أهداف وخطط وبذل السعي لتحقيق هذه الأهداف ولكن دون جد أو اجتهاد ومنهم من وضع أهدافا بدقة ووضع الخطط المدروسة لتحقيق هذه الأهداف فهؤلاء الذين نجحوا في حياته فتعالوا أبنائنا لنتعرف على ما الذي قامت به جامعة بيل في بحثها على خريج الجامعة قسم إدارة الأعمال من عشر سنوات لاكتشاف منهجية النجاح في الحياة ما نتيجة بحث جامعة بيل لخريج إدارة الأعمال وجد الباحثون أن الذين تخرجوا من جامعة بيل قسم إدارة الأعمال من عشر سنوات أن منهم من لم يكن لديهم أهداف محددة سلفا وكانوا يعملون بجد ونشاط ولكن عملهم لكي يبقوا على قيد الحياة يوفر لهم لأنفسهم ولأسرهم متطلبات المعيشة فقط هذا هو أول نوع أما النوع الثاني من الذين تخرجوا أبنائي كان لديهم بالفعل أهداف لكنها أهداف غير مكتوبة ولا يؤازر هذه الأهداف خطط واضحة للتنفيذ فكانت هذه العينة تكسب سلاسة أضعاف العينة السابقة أي أفضل من العينة السابقة بسلاس مراحل أما العينة الثالثة أبنائي فهي التي وضعت لنفسها أهداف واضحة قاموا بصياغتها وكتابتها ووضعوا خطط لتنفيذ هذه الأهداف وهؤلاء كانوا يربحون عشرة أضعاف دخل العينة الأولى فهؤلاء الشباب أو العينة الثالثة تفوقت بعشر مراحل عن العينة الأولى فلو أردنا أن نسأل أبنائي سؤالا علل ربح العينة الأخيرة عشرة أضعاف العينات الأولى أي لماذا ربحت العينة الأخيرة عشرة أضعاف العينة الأولى نقول أبنائي أن هذه العينة أو هذه المجموعة قامت بتحديد أهداف واضحة وقاموا بصيارة هذه الأهداف وكتابتها ووضعوا خطط لتنفيذها الفقرة الأخيرة أبنائي وهي عوامل تحقيق الأهداف مما سبق تتضح أهمية وضع أهداف لنا وأهمية رسم خطط تساعدنا على تحقيق هذه الأهداف كذلك أهمية أن يكون لدينا العزيمة والإرادة لتحقيق هذه الأهداف سؤال ورد في الفقرة عوامل النجاح في الحياة والضحاء هذه الفقرة أبنائي تناولت أهداف وعوامل النجاح وهي أن نضع أهداف لنا أهمية رسم خطط تساعدنا على تحقيق هذه الأهداف كذلك أهمية أن يكون لدينا العزيمة والإرادة لتحقيق هذه الأهداف بكذا أبنائي نكون قد بينا ووضحنا درسنا اليوم هو هل لديك هدف في الحياة أبناء العزاء في هذه الحلقة قمنا بتوضيح درس البلاغة هو الطباق والمقابلة كذلك بينا درس النحو المفهول المطلق أنواعه وإعرابه وتعريفه وكذلك قمنا بتوضيح وشرح درس القراءة وهو هل لديك هدف في الحياة وبينا أهمية وضع الأهداف ووضع الخطط لتحقيق هذه الأهداف أتمنى أبناء العزاء أن تحققوا أهدافكم في الحياة بالنجاح والتوفيق الدائم إن شاء الله على موعد بلقاء آخر في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته